السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وفيديو جديد النهاردة معنا ومع كاب كات برنامج المونتاج المجاني اللي في مميزات كبيرة جدا جدا خاصة في أدوات الذكاء الاصطناعي واللي موجودة في ماجيك تولز النهاردة هيتكلم عن إيه؟ نهاردة هيتكلم عن أداة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي وهي مجانية على كاب كات لونج فيديو تو شورتز بيقوم كاب كات بتقطيع الفيديو الكبير لمجموعة من الفيديوهات الصغيرة ممكن أنت تختار ما بينها فيديو أنت شايف أنه هو هيشد الجمهور بتاعك لو أنت عايز توصل الجمهور بتاعك للمحتوى بتاعك بشكل أو بآخر للمنتج بتاعك بشكل أو بآخر أو أنت ترفع مجموعة من الفيديوهات تاخد الفيديوهات كلها حتى ترفعها بحيث أن فيه شخص ما ممكن هو يتشد المقطع معين طبعا دي حاجة راجعي لك تعالوا نشوف النهاردة ممكن نعمل الموضوع ده إزاي بسهولة جدا باستخدام أداة الذكاء الإصطناعي المجانية داخل برنامج كاب كات وزاي ما قلت لك في بداية الفيديو أنا باستخدم الكاب كات من على الويب يلا بينا نشوف النهاردة هنعمل إيه أول حاجة هتبتدي تروح لماجيك تولز ومن ماجيك تولز هتبتدي تدوس على لونج فيديو تو شورتز ومن لونج فيديو تو شورتز هنعمل إيه آتي هتبتدي ترفع الملف بتاعك وهنا بيديك نصيحة وبيقولك أن الموضوع ده بيكون أكثر عملية أو أكثر يعني بيديك النسيجة المرجوة مع إيه؟ مع الاسبيتش لو أنت بتعمل مثلا بودكاست أو البرودكت ريفيو في منتج معين بتقول عليه ريفيو اديوكيشنال فيديوز الفيديوهات التعليمية دي أكثر الحاجات اللي بيكون مناسب معها قوي هذه الأداة هتبتدي أن أنا أرفع الفيديو بتاعي ولازم تراعي أن الفيديو يكون أكثر من دقيقة عشان يبتدي أطعه ما ترفعلوش فيديو أقل من دقيقة هنا هتبتدي أرفع فيديو زي ده كده ومعلومة مهمة جدا أنت ليك الدقيق في الشهر ودي مهمة جدا هل الموضوع دوت كده مفتوح فور فري ولا له عدد محدود أعتقد أن أنت ليك ثلاث ساعات في الشهر أنا استخدمت منهم حوالي 9 منتز هنا بيقول لي فضل لي 2 أورز and 51 منتز وبيجددوا بشكل شهري فهنا بيقول لي هما فالد لحد قد إيه وحيجددوا يوم 29 اتنين حاجة another 180 منتز which is valid for 30 days فأنت ليك ثلاث ساعات في الشهر فهذا شيء كويس جدا أنت تعمل منه short videos لأن الهدف من short videos أن أنت توصل للناس للمحتوى بتاعك على المنصة اللي بترفع عليها short video هنا أنا زي ما احنا شايفين رفعت الفيديو زي ما شايفين كده هنا بيقول لي set duration for shorts عايز duration تبقى auto هو اللي يحدد المدة اللي هيقطع بيها الفيديوهات ولا عايزها أقل من 60 ولا عايز إيه بالضبط هنا ولا عايز تخليها من 90 seconds تلاتة منتز هنا مش شرط الشورت على فكرة يكون أقل من دي يعني مش شرط ولكن إحنا ده المتعرف عليه لحد منه هو يكون أقل من دي فهنا مثلا أنا ممكن أقول له خليلي shorts كلها أقل من 60 سن مثلا ممكن أقول له auto أنا هنا هقول له أقل من 60 سن وبعد كده هبتزي أقول له convert وبصوا بقى هنا ال convert لما يعمل convert كده حيعمل الموضوع ده على مراحل أول حاجة بيبتزي uploading your video بعد كده يانالايز الفيديو بتاعك بالذكاء الاصطناعي يبتزي يحلل الفيديو يقدر يشوف إيه الأجزاء اللي ممكن يقف عندها في كل حتة بعد كده converting your long video to shorts يبتزي أنه هو يحول long video ل short video وفي الآخر خالص shorts are created ده بالنسبة للطريقة اللي هو بيمشي بيها في تحويل long video إلى short videos بكليك واحد اهو إحنا منتظرين الموضوع ده حياخد three minutes لحد ما يعمله هنرجع لكم مرة تانية بعد three minutes عشان نشوف هو هيعمل ايه زي ما احنا شايفين اه حول لي الفيديو بتاعي لي four shorts video اربع فيديوهات بعض الناس حيقول لي هي اللغة العربية غريبة هو مش بيصبورت اللغة العربية لا بيصبورت اللغة العربية وحنشوف ما تقلقش من اللغة العربية اللي في السبتايتلز دي الحروف المفرطة احنا هنشوف مع بعض دلوقتي الموضوع ماشي ازاي دي four shorts video فانت ممكن تروح كده مثلا تعمل edit الاول طبعا بص كده يعني هنعمل edit كده نبص على الفيديو عايزين نضيف فيه حاجة عايزين نعدل فيه حاجة ما تروحش تعمل export من غير ما تشوفه يا ترى هو اسمهولي ازاي ممكن اختار فيديو منهم ممكن استخدم الاربعة ممكن استخدم التلاتة برحتي اول حاجة طبعا لازم تتأكد ان اللغة العربية بتاعته سليمة دي اول حاجة لازم تعمل اهو زي ما احنا شايفين مفيش مشكلة خالص في الكتاب يعني اهو السبتايتل شغال زي الفل مفيش اي مشكلة خالص اطلاقا اللغة العربية سليمة مش متفرطة كده الحروف زي ما احنا شايفين طبعا تقدر تروح تغير الpresets الخاصة بالتكست التكست تغير مثلا اهو تخليه موجود اه جوه كده شيب مستطيل بالمنظر ده اه ممكن تخليه جوه حاجة باللغة يعني بالعربي ممكن تقلل شوية بتاعه زي ما انت عايز وعلى فكرة انت هو طبقت ده على على ده لو انا روحت كده رجعت ورا شوية حلاقيه برضو تطبق على اللي قابله زي ما احنا شايفين اهو اوكي فهنا تقدر انك انت تعدل على اي حاجة باللغة العربية مش مظبوطة ممكن يكون هو كزكاء استناعي يعني كتب لك الكلمة غلط فانت تروح تعدل عليها وتزبط الشورت فيديو بتاعك وتبتدي ان انت اه ترفعه كشورت فيديو طبعا اكيد هتروح تعمل اكسبورت للشورت فيديو وهنا في الاكسبورت طبعا هتبتدي اه لو انت عايز ترفع على السوشيال براحتك share as presentation share for review في الغالب احنا يعني بنشيره كفيديو الاول هروح انا بفضل دايما اروح اعمل download قبل ما افكر ارفع على اي حاجة ما بحبش ارفع direct lead كده اه او بشكل مباشر كده على المنصة اللي انا عايز ارفع عليها هنا هتسمي الفيديو بتاعك وهتختار resolution وهنا recommend resolution ايه هي طبعا انا بفضل 1080 اعلى حاجة بالتأكيد والquality في recommended quality وفي fast exporting لا انا يعني recommended quality خلينا في recommended اللي هو بيقوم بتوصية به يعني والفرمات عندك mp4 و m o v انا هنا هعمل export mp4 وبعدين هبتدي اقول له export ده بالنسبة لي الفيديو شورت عادي مدته قد ايه مدته اتناشر ثانية اوكي طب انا عايز اشوف بقية الفيديوهات يعني ده الكلام ده انا افترض ان انت روحت شوفت كل الفيديوهات وقررت ان الفيديو ده اللي هتعمله export طب انا عايزة بقى يعني اعمل export اللي اربعة هبتدي اشوف اللي بعده اهو وتقدر على الفكرة تقدر تروح تعمل تسمع الفيديو من غير ما تعمل edit يعني انت ممكن تسمع الفيديو مش عادي يعني وما تعملش edit بس انا بحب اعمل edit عشان اعدل لو في حاجة في سبتايتلز مش مصبوطة ابتدي ان انا اعدلها نفس الموضوع للفيديو التالت نفس الموضوع للفيديو الرابع وكله زي ما انت عايز وترفعه على المنصة في الغالب انا بحب ان انا استخدمه على اليوتيوب وانت عارف ان اليوتيوب طبعا بترفع related video اللي هو الفيديو الشرح الاساسي بتختاره فالناس بتروح related video وبتبتدي تشوف الفيديو بتاعك لو عجبها او شدها الشورت فيديو ده بالنسبة للفيديو النهاردة والاداة المجانية اللي بتمكنك من استخدام حوالي 3 ساعات من الفيديوهات علشان تقطعهم لشورت فيديوز او تقسمهم لشورت فيديوز والAI تولز دي ممتازة في برنامج المونتاج المجاني كاب كات وزي ما قلتلك ممكن تستخدمه على الويب زي ما احنا شوفنا مع بعض النهاردة زي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكراب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتشوف بقية الفيديوهات عندنا ان شاء الله هتعجبك وحتستفيد منها بقدر كبير بإذن الله تعالى ولو كنتم متابعين الأعزاء متنساش لايك وشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته